المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين الملف بايدن يقرر قطع العلاقات التجارية مع روسيا والاتحاد الأوروبية ترجح بين الاستمرار في العقوبات القاسية والمخاوف من التضخم وارتفاع الأسعار بوتن يرد على لعبة الغرب بالمتطوعين المقاتلين ويقبل مبدئيا بمشاركتهم ورسائل صاروخية إلى حلف النيتو باستداف مطارين عسكريين غرب أوكرينيا بوسكو تنقل ملف المختبرات البايولوجية والجرثومية إلى مجلس الأمن ومواجهة الروسية الأمريكية محتدمة لم يبقى أمام الغرب الأطلسي بقيادة أمريكا إلا أعلان قطع كل العلاقات مع روسيا بعد استنفاذ استراتيجية العقوبات واستبعاد المواجهة العسكرية المباشرة خشية نتائجها الكارثية آخر ما وصل إليها البيت الأبيض هو قطع العلاقات التجارية وهو قرار سوف يتردد صداه قويا لدى الأوروبيين المقيدين بحاجتهم إلى الطاقة الروسية ولخشيتهم من عدم السيطرة على ارتفاع تضخم غلاء معيشة مواطنيهم أما على الأرض فلعبة الوقت تضيق الخناق على سلطة زرينيسكي بعدما يأس من تدخل النيتو المباشر لكنها أيضا قد تجر روسيا إلى حرب استنزاف أما الجديد الروسي في الميدان فهو استهداف المطارات في غرب أوكرينيا أما في لعبة المتطوعين التي أعلن عنها زرينيسكي قبل أيام فلم يتأخر رد الروسي الذي تحدث عن وجود آلاف المتطوعين الحاضرين للقدوم والقتال في أوكرانيا إلى جانب أنجيش الروسي رسالة المتطوعين الروسية موجهة بالدرجة الأولى إلى الأوروبيين وأمنهم مستقبلا وهم الذين يدركون أن وجود آلاف من هؤلاء في أوروبا أمر خطر جدا أمسكت روسيا بورقة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وبإشراف وتمويل من أمريكا ونقلتها إلى مجلس الأمن فهل ستكون المختبرات ورقة صراع أم تواصل بين واشنطن وموسكو حول مجمل هذه التطورات المشاهدين معنا من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية سيد سعيد عريقات ومن موسكو أستاذ العلوم السياسية في جامعة علوم الإنسانية الدكتور نيزار بوش ومعنا من بيروت أستاذ علاقات دولية في جامعة باريس دكتور خطار أبو دياب أهلا بكم ضيوفي جميعا ومشاهدين الصراع بين روسيا والغرب الأطلسي لم يجد منفذا للبحث عن تسوية تنهي الحرب لا بل إن الصراع يتقدم إلى نقطة لا عودة على الأقل سياسيا واقتصاديا وكان قرار بايدن إلغاء العلاقات التجارية مع روسيا آخر فصول الحرب الاقتصادية رغم مخاوف الأوروبيين من ارتفاع نسبة التضخم والأسعار هذا التقرير لعلي الأحمر على وقعه توسيع القوات الروسية عملياتها في أوكرانيا إعلان من الكرملين بالسماح لمقاتلين من دول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا بعدما دعم رئيس فلاديمير بوتين خطط أرسال متطوعين للانخراط في الحرب روسيا ليست المعنية المباشرة بالحرب في أوكرانيا فكييف كانت تعد للهجوم على بيلاروسيا أيضا بحسب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي أكد خلال اجتماعه ببوتين أن بلاده كانت ستتجرع كأس الخسائر الفادحة إذا تأخرت العملية الروسية يوماً واحداً على الجانب الآخر يظهر الغرب وكأنه يحول دون تحول الحرب في أوكرانيا إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي لكن الحلف نفسه يبرر توسعه باتباعه سياسة الأبواب المفتوحة مع معرفته المسبقة بمعارضة موسكو لهذا توسع هذا ما يظهر من تصريحات الأمين العام للحلف يينس ستولتنبرغ التي أطلقها من أنطاليا التركية حيث أكد احترام رغبة أوكرانيا بالانضمام إلى النيتو داعياً جميع الحلفاء إلى فرض قيود على روسيا الحروب كلها تنتهي إلى طاولة المفاوضات هذا ما يعاول عليه الغرب الذي يواصل فرض العقوبة على موسكو زعاماء دول الالتحاد الأوروبي أكدوا من فرساي مواصلتهم تقديم المساعدة لأوكرانيا واستعدادهم لزيادة ضغط العقوبات على روسيا وبيلاروسيا فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات المأكولات البحرية والمشروبات الكحولية الروسية وحظر صادرات الصلع الفاخرة إلى روسيا مع تأكيده أن واشنطن ستسهل وصول المزيد من شحنات الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا سعيد عريقات أسعد الله أوقاتك أتوجه إليك مباشرة ما قال هو الرئيس الأمريكي جو بايدن هل يحدد بالضبط كيف ستواجه الولايات المتحدة وحلفائها ما يجري حاليا في أوكرانيا تواجه روسيا عبر عقوبات اقتصادية مشددة ودعم من بعيد لأوكرانيا هل هذا كل ما في السياسة؟ هل هذه خطوط العامة للسياسة التي سوف ربما تستمر؟ نعم ست مساء أنت وضيفك كمان نعم أنا أتقد أن الرد الأمريكي كان واضحا منذ اللحظة الأولى نحن نذهب إلى وزارة الخارجية تقريبا يوميا ونسمع نفس الكلام هم طبعا يطالبون روسيا بالتراجع والانسحاب ووقف غزوها أو وقف هجمتها العسكرية ويضعون أيضا المزيد من العقوبات الاقتصادية لأنه كما أعلن الرئيس وأعلن الخارجية وأعلن كل المسؤولين الأمريكيين أنهم لا يرغبون في مواجهة حربية مع روسيا وأي شيء قد يجر القوتين العظمتين إلى مواجهة ساخنة هم يقولون أنهم لا يريدون هذا النوع من التصعيد ولذلك رأيناهم يترددون عن مثلة طائرات ميج 29 على سبيل المثال الذي تم الحديث عن تزويد بولندا لأوكرانيا ربما عبر مطارتها أو ربما عبر القاهدة الأمريكية في ألمانيا رامستاين فإذن هذه الحدود طبعا دائما الولايات المتحدة كدولة العظمى تحتفظ بما تقوله على أن كل الخيارات على الطالة نحن لا نريد حرب لكن كل الخيارات على الطالة بمعنى أنها لن تدخل عن كرت المواجهة إذا طبعا إذا انتشرت الحرب إلى بلدان حلف النيتو على سبيل المثال أو إذا كان هناك هجوما كيميائيا أو هجوما بيولوجيا أو هجوما نوويا وإلى آخر هذا ما قاله الرئيس نحن نتحدث بالفعل عن حدود واضح تماما بالنسبة لما هي الخطوات التي ستتقدوها الولايات المتحدة هنا أسأل دكتور نزار أيضا في المواقف دكتور نزار حياك الله أبرز المواقف بالإضافة لكلام الرئيس الأمريكي كانت أيضا أمين عام حلف النيتو السولتنبرغ الذي قال شيء في الاستراتيجية هام للغاية قال إذا كان الرئيس الأمريكي بوتين يريد إبعادنا إلا أنه من خلال الرئيس الروسي إذا أراد الرئيس الروسي إبعادنا فإنه جعل الحلف يكثف وجوده قرب روسيا من خلال هذه الحرب إذن هذا هو هدف النيتو والآن يحققه بفضل هذه الحرب أليس كذلك نعم مساء الخير لك وليزيوفك في حقيقة الأمر لو أنه لم تتم هذه العملية العسكرية الخاصة التي نفذتها روسيا في أوكرانيا لا تم ضم أوكرانيا عاجلا أم آجلا هذه الخطة كانت موجودة وطبعا تحدث زيلينسكي وتحدث ستودلبرغ سابقا عن ذلك وقال أن جورجيا وأوكرانيا سوف تنضمان إلى حلف الناتو فأعتقد هذا الكلام الذي الآن يتحدث عنه ويقولون أن تم تحقيق الآن الهدف الناتو وأصبحت على حدود روسيا أولا هم موجودين على حدود روسيا ولكن روسيا الآن أبعدتهم لأنه عن حدودها الأصلية مع أوكرانيا أوكرانيا لم تستطع الآن ولم تستطع الانضمام الآن إلى حلف الناتو ولا حتى إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر حقيقة فلذلك أعتقد هذه العملية الاستباقية صحيحة ومبررة لأن حلف الناتو كان سوف أو بالأحرى لديه كان خطة للضربة المفاجئة لروسيا بعد أن يقترب من حدودها وينصب صواريخه في أوكرانيا وتبقى المسافة بين موسكو وكيف الصاروخ لا يستغرق أكثر من ثلاثة أو أربع دقائق ربما يعني حسب العسكريين الذين يتحدثون لكن كل ذلك يا دكتور نزار كان يتم ما تقوله كان يتم ببطء بصمت ربما سواء كان في الدول منضمة لحلف الناتو أو حتى في أوكرانيا لكن الآن انظر ماذا يجري دكتور نزار رومانيا تقول هيا أسرعوا إلينا وعليكم أن تضعوا قوات الناتو بوضع قتال في رومانيا كمال هيرس على حدود روسيا تهيئ وتجيش يعني انظر السلاح يتدفق إلى أوكرانيا وبولندا ورومانيا وكل الدول محيطة بروسيا دون أي رقيب أو حسيم أستاذ كمال لم يتغير شيء على الإطلاق حقيقة الأسلحة كانت تتدفق قبل العملية العسكرية ولا سمح الله لو لم تكن هذه العملية العسكرية استباقية لرأينا جيوش الناتو الآن منتشرون على الحدود الروسية تماما والصواريخ حتى ربما النووية الأمريكية موجودة على الحدود الروسية أعتقد أن هذه فقط تحشيد ماذا يمكن أن يفعل ألفين جندي أمريكي في رومانيا ماذا تفعل هذه بعض الصواريخ أو الباتريات الموجودة الآن في رومانيا أو بولندا لن تفعل شيء على الإطلاق أمام طبعا الضربات أو القوة الجوية الروسية لا على الإطلاق هذا الكلام فقط هو من أجل الحشد الأمريكي خلفه أننا سوف نحميكم ويجب أن نكون على الأراضي هم كانوا موجودين على الأراضي البولندية تريد أن تقول أن الأمور الآن تكشفت ولكن كانت تسير بذات السياح اسمح لي هنا دكتور نزال أن أنتقل دكتور خطار أبو دياب أسعد الله مسائك دكتور خطار أيضا على الجانب الأوروبي دكتور كان هناك اجتماع أو قمة أوروبية بقصر فرساي الكل الأوروبيين قالوا نحن موحدين نحن لدينا موقف ثابت الطريق أمام أكرانيا الانضمام إلينا مفتوحة سنبحث بدائل عن الطاقة والخام الروسي تمام هذه هي المواقف لكن هل هذه هي الحقيقة؟ أحييكم أستاذ كمال أحيي فريق العمل في قناتكم المحاورين الكرام وكل من يشاهدنا ويتابعنا أوروبا في لحظة حريجة يعني عادة الحرب إلى قلب أوروبا كما كانت في القرن الماضي مرارا والآن نشهد تطورات متلاحقة تحاول فيها أوروبا على الاستنهاض الشيء الأهم في أوروبا قرار ألمانيا بعادة تسليح نفسها وهذا برأيي من أهم العوامل ما بعد الحرب الباردة وبالنسبة لكمة برساي هي كانت مقررة قبل الذي حصل على الحدود الروسية الأوكرانية وداخل أوكرانيا لكن أصبحت قمة معنية بهذا الموضوع في الأساس دول كثيرة أبرزها ألمانيا وفرنسا هنغاريا بلغاريا كل هذه الدول رفضت فكرة واشنطن في الحضر على الغاز والطاقة الآتية من روسيا لأن ذلك سيضرب الأوروبيين أكثر ولكن قالوا أنهم من الآن إلى العام 2027 سيقومون بالسعي لإيجاد مصادر أخرى ولكن الأهم أيضا أن طالب أوكرانيا لم يقبل في الانضمام الفوري أرادت دول البلطيق وبولندا دول وسط أوروبا هذه الدول التي سماها يوما دونالد رامسفلد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أوروبا الجديدة عندما رفضت فرنسا وألمانيا مع روسيا الحرب على العراق هذه الدول الآن تدفع كثيرا بالاتجاهات الأطلسية والأمريكية ولكن أيضا تم تأجيل هذا الموضوع مع وعود معينة لأوكرانيا لأنه كان من المخجل مثلا أن يتم القبول الفوري لأوكرانيا ودولة مثل تركيا تنتظر على أبواب الاتحال الأوروبي منذ 1962 ودول أخرى مثل البلقان تنتظر الأهم أن كمة فرساي لم تصل إلى القطيع النهائية مع روسيا وأظن أن فرنسا بالذات وألمانيا تعملان من أجل ذلك تعملان في اللحظة المناسبة لعودة الحوار ومحاولة وقف الحرب هناك نعم واشنطن نجحت في دفع الجميع للاستفاف خلفها في هذه المجابة عن بعد مع موسكو لكن أوروبا أيضا تحاول أن تبقى موجودة في اللعبة وأن تضمن مصالحها طيب دكتور بس في جزئية قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ماكرون يقول بأن المسار الاتحاد مفتوح رئيس المجلس الأوروبي قالت نفس الشيء تقريبا أنه نحن يجب أن نعمل على ضم أوكرانيا إلى الاتحاد هناك انطباعة دكتور خطار بأن هذه التصريحات هذه المواقف هي ضمن لعبة الضغوط على روسيا عمليا لا يمكن فعل ذلك هذا صحيح؟ أصلا مصير أوكرانيا هو الآن قيد البحث ومن ناحية أخرى سنرى أي أوكرانيا تنبثق بعد الحرب وفي مطلق الأحوال حتى داخل حلف شمال الأطسي ورغم كل جهد سلوتنبرك وواشنطن دولة متنازعة عليها كما أوكرانيا من الصعب قبول انضمامها هناك مسعى لجعل أوكرانيا خطة مأس بين روسيا والغرب وساحة تصفية حسابات هذا واضح بالنسبة لأوروبا هناك قيود بيروقراطية إجراءات الانضمام لا يمكن أن تكون فورية فكر زيلنسكي أن ذلك يمكن أن يشكل ضمانة له على المدى الطويل إذا جرى تسوية بين روسيا وأوكرانيا وجرى تركيب وحدة أوكرانيا من جديد بشكل أو بآخر على شرط عدم العداء لروسيا بتقديره والحياد أي الابتعاد عن الناتو عند ذلك إذا دخلت أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لا يمثل ذلك مشكلة مثلا أن نمسى دولة حيادية عسكريا وموجودة داخل الاتحاد الأوروبي لا يمكن لأوروبا أن تنظر إلى المستقبل بدون التعاون مع روسيا ومع بلا روسيا حتى في هيكلية أمن لابد لهذا الأمر أن يتم وفق التاريخ ووفق الجغرافيا وسينتظر الأمر الآن وصلت واضح الجواب دكتور خطار وضيوفي مشاهدين سأعرض هذا التقرير أيضا هناك قراءة لمجمع العناوين التي ناقشناها وأيضا سوف نتطرق إلى عنوين أخرى في النقاش سنتابع هذه القراءة ثم نعود مرة أخرى للنقاش كل يوم يمر على المواجهة بين روسيا والأطلسي في أوكرانيا يدخل أوروبا والعالم في مخاطر انفلات الصراع خارج المسرح الأوكراني موسكو لم تطلق اجتياحا واسعا مفضلة عملية بأهداف محددة وإن كان عمل الوقت في غير مصلحتها إلا أن القيادة الروسية تهتم لقطف الثمار من دون استخدام القوة المفرطة النظام في أوكرانيا وبعد فشل رهانه على جر حلف الأطلسي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا بات الوقت يلعب ضده ولسيما مع فقدانه مدنا ومواقع وتدمير معظم بنيته العسكرية في ظل تفاقم سلطة المجموعات المسلحة والميليشيات الأجنبية من قمة قصر فيرساي وإرباكاتها وتناقضاتها تسجل أوروبا خسارات متتالية مقيدة بالوقاع الجيوسياسية وتداعيات الاقتصادية والمالية الهائلة على اقتصاداتها وشعوبها واشنطن ليست بحال أفضل على الرغم من أنها تستفيد من الصدام بين ضفتي أوروبا فقد بدأت فضيحة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وجوارها الشرقي تحرجها أمام الرأي العام العالمي والأمريكي عنق الزجاجة الذي يجمع الأطراف جميعها لم تنفع في توسيعه الوساطات والمساعي لقاء أنطاليا وإيجابياته لا تكفي فيما اللقاء المنتظر بين رئيسي روسيا وأوكرانيا يبدو بعيد المنال ما يشير إلى أن المسار الدبلوماسي يحتاج إلى وقت وظروف موضوعية الأزمة من عكاساتها الأمنية والعسكرية والحصار والعقوبات ضد روسيا لا تؤشر إلى احتمال تراجع موسكو عن عمليتها العسكرية فيما السؤال المركزي هو إلى أي مدى يمكن للدول الأوروبية الصمود ومعالجة عكاسات الحصار وتداعيته المدمرة التي تلحف في الأفق على مجمل البنية الاقتصادية والاجتماعية في القارة في ظل استبعاد أي مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين أمام روسيا مساران عسكري قد يتحول إلى تسريع الحسم الميداني وآخر تفاوضي على أمل تلبية زيلانسكي ومن خلفه أهدف الكريملين الأساسية أوروبا وأمريكا أيضا في مواجهة خيارات حاسمة بعد استنفاذ وسائل الضغط بالحصار والعقوبات والدعم العسكري دكتور نيزار بوش في موسكو في الساعات الماضية هذا اليوم برزت مسألة المقاتلين الأجانب ما هو مغزى أن يعلن الرئيس الروسي وكذلك وزير الدفاع شويغو بأن روسيا سوف تدخل اللعبة سوف تأتي بمقاتلين وترحب بمقاتلين ومتطوعين من الشرق الأوسط من سوريا للقتال وأنه في 16 ألف تقريبا جاهزين أو قدموا طلبات للقتال لماذا هذا الإعلان وما هو مغزاه؟ نعم دعني أن أقول لك بأن الرئيس زيلينسكي دعا بفمه الملآن كل القوى الإرهابية في العالم لطبعا مؤذرة الجيش الأوكراني وحتى وصل عدد كبير من الدواعش أو مؤرهابي داعش وإرهابي جبهة النصرة وطبعا الراديكاليين من أجزاء أخرى من العالم إن كان من إنجلترا وإن كان من حتى واشنطن بالمناسبة وصلوا إلى نقطة تجمعهم في ألمانيا ومن ثم إلى بولندا ليدخلوا إلى أوكرانيا ورأينا كثير من الفيديوهات عن الراديكاليين من الشرق الأوسط الذين كانوا جاهزين للدخول إلى أوكرانيا إذن هنا عندما تحدث اليوم الرئيس الروسي وطبعا رد على هؤلاء أنتم تحدثتم عن أنكم تريدون مقاتلتنا بالإرهابيين أما نحن سوف نستعين طبعا بمتطوعين وبدون رواتب تحدث بها بمتطوعين يريدون المساعدتنا كما سعدناهم في الحرب على الإرهاب إن كان في العراق إن كان في سوريا وإن كان في مناطق ليبيا بالمناسبة روسيا وقفت ضد الإرهاب يعني من مناطق كثيرة ومن محبي روسيا وأين المشكلة؟ لا أعتقد متطوعون هؤلاء وليسوا مرتزقة كما طبعا تجنب بغض النظر عن التسميات لكن تمت لعبة تبدو لها أبعاد سياسية أو ربما استراتيجية من خلال دخول معطى المقاتلين الأجانب أستاذ سعيد عريقات كما قال ضيفي الدكتور نزار طبعا قبل الأيام الأولى للحرب أعلن الرئيس زيلنسكي عن فيلق دولي وفي متطوعين من بريطانيا ومن دول أوروبية وسفارات كييف شرعت للمتطوعين وإلى آخرهم ما هي اللعبة بالضبط سعيد عريقات هل فعلا نحن أمام سيناريوهات تتحضر لها الولايات المتحدة والدول الغربية استنزاف طويل أمد تكرار سيناريو أفغانستان أو ما حصل مع الجيش الأمريكي في العراق بعد 2003 هل قصة المقاتلين الأجانب هي البوابة لهذا النوع من الحروب لاحقا تتحضر له الدول سؤال مهم جدا وأنا أثرت هذا السؤال يوم أمس في الخارجية بالتحديد بالنسبة لنوع الأسلحة وبالنسبة للمتطوعين وما هي تداعيات ذلك تذكر أنا كتبت في هذا الموضوع قبل منذ شهر نوبمبر الماضي أو ديسمبر الماضي النوع الأسلحة التي كانت ترسل لأوكرانيا هي حقيقة أسلحة من أجل أن يحبلوها ميليشيات غير نظامية وإلى آخره فهذا الحشد والتجيش كان على هذا الأساس توريط روسيا في حرب طويلة الأمد وكما ذكرت حضرتك بأنه كما رأوا في أفغانستان وما يفعلون نفس الشيء ورأينا التركيز على الجابلن البضاد للدبابات على سبيل المثال أو ديستينجر اللي هي مضادة للطائرات هناك تركيز على ذلك في تقديري أن هذه ورقة بيد الولايات المتحدة استخدمتها بفعالية من ناحية الدمار وأثرها في مناطق عديدة في العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط في سوريا وغيرها فإذا لديها خبرة في هذا المجال وتستطيع التجيش والمتطوعين لكن على يوم أن يتذكرون أن هذه مشكلة ستبقى في أوروبا إذا أنت أحضرت الألاف من المتطوعين على شاكلة النصر أو داعش أو الفصائل المتطرفة الذرابين المتطرفين سواء في ليبيا أو في سوريا ستعاني من تداعيات ذلك أو قوى اليمين لأنهم يركزون على القوى اليمينية النازية رأينا هنا في الولايات المتحدة السفارة فتحت بابها التطوع وذهبا ربما مئة واحد أو مئة شخص يقولون أنهم ذهبوا إلى هناك وهم من حملة الأراء اليمينية المتطرفة العنصرية فإذا هذا خطر يشكل أو يروح في الأفق على كل أوروبا على من يتذكروا أن ذلك يمكن أن يحدث لهم وما قاله الرئيس الروسي في تقديره أن هذه اللعبة بإمكاننا أن نلعبها أيضا إذا أنتم أحضرتم هؤلاء المقاتلين فنحن نحضر هؤلاء المقاتلين الذين لديهم استعدادا أكبر على سبيل المثال إذا المسرحين من المعارك السورية أو الجيش السوري الذي خدم هذه الحرب واكتسب خبرة كبيرة جدا فهي يلوح بذلك أن يجب أن تكونوا حاضرين لأنه بإمكاننا أن نلعب هذه اللعبة وبذلك سيكون هناك خطرا كبيرا على الجلد دكتور خطار أبو دياب في بيروت اللعبة ليست جديدة كما تعرف يعني هي كانت ضد السوفيات في أفغانستان وأنشئت القاعدة بناء على استقبال متطوعين لعبت في العراق ضد الجيش الأمريكي بعد غزو العراق ودخول بغداد واستنزف الجيش الأمريكي بشريا وماديا وخرج في نهاية المطاف واستعملت في ناغورني كارباخ في سوريا يعني اللعبة ليست جديدة هي لعبة قديمة تستخدم عادة دوليا لكن هذه المرة هذه المرة على حدود أوروبا هل تعتقد أن تلك الورقة لعبها بشكل خطر بوتين بمقابل دعم مقاتلين أجانب من قبل الدول الغربية هي فعلا في قلب أوروبا وعندما تكون اللعبة في قلب أوروبا تزداد المخاطر في مطلق الأحوال من بدأ ذلك نعم زيلنسكي مع تحشيد هذا الفيلق الدولي وكل هذا ضمن الأمثلة التي ذكرتموها تأتي في سياق ما يسمى حاليا خصخصة الحروب أي أن الجيوش التي تفكر بعدم وقوع الكثير من الخسائر في صفوفها ربما تجعل هؤلاء من حطام الحروب هذا هو الواضح ولكن نعم هناك إيديولوجية هناك إيديولوجية يمين متطرف عند جزء كبير من من أتوا إلى جانب زيلنسكي أو قومية أوروبية عنصرية وهناك في الجانب الآخر ربما متطوعين إراديين وربما عناصر من بلدان موالية لروسيا في مطلق الأحوال حصل ذلك كما قلتم في ليبيا في سوريا حتى في إفريقيا الوسطى ومالي المسألة ليست في بلد واحد هي الآن على مستوى عالمي الخطورة هنا أنه حتى في الدنباس بعد 2014 كان مثلا هناك عناصر من أوروبا موالين لروسيا انخرطوا ضمن ميليشيات مع الدنباس مقابل ميليشيات أخرى من المعادين هذا الانقسام في أوروبا يذكر بالحقبة الفاشية وهذا خطر جدا لأن الفاشية يمكن أن تعود من جديد وبأشكال جديدة وبالنسبة للإسلاميين أو الجهاديين مع إدخال الشيشان من الجانبين وربما عناصر أخرى حتى الآن ليس هناك من إثبات على تحرك عناصر من هذا النوع إلى أوكرانيا لكن في الماضي فكرت واشنطن والغارب في استنزاف الاتحاد السوفيتي السابق في أفغانستان هذه المرة واضح أن هناك لعبة استنزاف لروسيا هل تصل إلى حد توريط أو استنجاد بعناصر من هذا النوع سنراقب هذا الوضع لكن حتى اللحظة تبقى المسألة بتقديري أوروبية أوروبية مع يمين متطرف في الطرف الآخر هنا دكتور خطار وضيوفي ومشاهدين سنتوقف مع فاصل قصير بعده سنتحدث عن ما برز أيضا في الأيام الماضية وفي الساعات الماضية في مجلس الأمن فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية أو المختبرات البيولوجية التي تحدثت عنها روسيا وكانت مثار جدال بين مندوبي الدول في جلسة مجلس الأمن هذا اليوم هذا الموضوع أيضا موضوعات أو أسئلة وعناوين أخرى سنترحها بعد فاصلا قصير تحايم جديد مشاهدين في المسائية أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا أعود أرحب بضيوفي مرة أخرى ستسعيد عريقات قبل الدخول فيما جرى في مجلس الأمن هذا اليوم أريد فقط أن أتطرق إلى موضوع الوساطات التي تجري على مستوى هذه الأزمة أستاذ سعيد كان لافت بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن مسؤول أوكراني قالوا أنه وزير أوكراني أن نفتل بين طالبهم أو طلب منهم أثناء الوساطة ألا إسرائيل تعمل وساطة بين الطرفين طالبهم بأن يوافقوا على كل شروط بوتين وقال يقول هذا المسؤول الأوكراني لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه الإسرائيليون أو الحكومة الإسرائيلية أو بنت طالبنا بالاستسلام لبوتين إذا كانت إسرائيل أستاذ سعيد تقول أنها تنسق وساطتها مع الولايات المتحدة ماذا يمكن أن نفسر ذلك؟ يعني في الوقت الذي تتشدد فيه الولايات المتحدة وتقول نحن مع أوكرانيا يظهر مسؤول أوكراني ليقول الإسرائيليون طالبون بالاستسلام الأكيد هو أن إسرائيل تحاول الاطلاع بدور أكبر منها بكثير نعم لها مصالح مشتركة وقوية مع روسيا وأيضا مع أوكرانيا هناك يتواجد الإسرائيليون من أصل روسي والأوكرانيون أيضا والإسرائيليون من أصل أوكراني بكثافة ومتواجدون في المستوطنات وإلى آخر ويثرون عليهم لكن حقيقة في تقديري وقد أكون مقتلا لكن تقديري هو أن الدور الإسرائيلي محدود جدا وصغير جدا ولا أعتقد أن الرئيس الروسي الذي أخذ هذه الخطوة الكبيرة جدا في تقديري سينتظر مساعدة أو سينتظر وساطة إسرائيل في هذا المجال دورها محدود البلاد المتحدة هي التي في نهاية المطاف إما تقبل وإما أن ترفض أي عمل دبلوماسي هم يقولون ويشددون أنهم يدعمون أي قرار دبلوماسي تتخذه أوكرانيا لأنها دولة لا تسيادة لكن الواقع يختلف تماما سنرى في الأسابيع المقبلة أن الخطة الروسية ربما يتم تنفيذها بشكل ممنهج قد لا يتطلب أو قد لا يحتاج اجتياح مدينة مثل كيب ربما التوصل إلى اتفاق بالنسبة للاعتراف بكريميا لكن أستاذ سعيد هل يمكن تصور وحضرتك خبير في الشيء الأمريكي هل يمكن تصور أن إسرائيل تطلب من زينينسكيا الاستسلام وقبول كل شروط بوتين دون أن تكون قد أعلمت أو أبلغت أو نسقت ذلك مع الإدارة الأمريكية شوف إسرائيل لا تفعل شيء دون التنسيق مع الإدارة الأمريكية أعتقد أن هذا الكلام والتصيح هو ما قد يكون مبالغ به لكن على سبيل المثال لنأخذ ما تقوله إسرائيل بالنسبة لخيارها لاستخدام القوة ضد إيران على سبيل المثال نحن نعلم أن هذا مجرد كلام ليس له أساس من الصحة أنه ليس هذه الإمكانية فيهم يتحدثون بذلك نعم هناك علاقة مع زينينسكي وحاول زينينسكي الحديث إلى الكنيسة أو تحدث إلى حضاء بالكنيسة ويقال أنه يحمل جنسيات إسرائيلية لا أعلم ذلك إذا كان صحيحا أو لا واضح أنه ليس لديه خبرة أو حنكة سياسية في نهاية المطاف سيكون هناك اتفاق ونختلف مع الذين يقولون أننا وصلنا نقطة لا عودة ليس هناك شيء نقطة لا عودة في العلاقات بين الدول الكبرى والقوى العظمى الولايات المتحدة وروسيا كاد أن يتواجهان عام 1962 ورأينا أنه بعد ذلك في ثمانينات القرن الماضي توصل إلى ما يسمى بالديتان هناك تحذيرات من الخبراء همري كيسينجر منذ البداية قال أن أوكرانيا وبيلروس يختلف وضعهما عن الدول الأخرى التي انضمت إلى نيتو أو قد أو ربما تفكروا بالانضمام إلى نيتو الولايات المتحدة هي من يقود نيتو ما يتحدث به ستولتنبرغ وهو لا يزيد عن كونه موظف ليس له أثر الولايات المتحدة هي صاحبة القرار هي التي تستفيد من نيتو يعني عبر نيتو استطاعت أن تشنوا هجماتها سواء في ليبيا أو في غيرها أو في أفغانستان هي السوق السلاح الأوسع في العالم ليس الشرق الأوسط بل هو السوق الأمريكي وسوق حلف النايتو ولذلك هي تشدل على ذلك أما حقيقة ما رأيناه بكلمة بصيفة ما رأيناه من هذه العملية العسكرية أن روسيا استطاعت أن تظهر أن حلف النايتو إلى حد كبير هو ليس أكثر من نمر من ورق طيب دكتور خطار في فوضوع الوساطات في وساطة غريبة عجيبة كذلك خلال الساعات الماضية تم الإعلان عنها وساطة المستشار الألماني الأسبق راد شرويدر الرجل ذهب وقابل بوتن حكومته قالت لا نعلم لم نسمع بهذه الوساطة المستشار الألماني الحالي شولتس رفض التعليق على ذلك الفيينة النمسا تقول هذا رائع وساطة جيدة روسيا لم تعلق أوكرانيا لم تعلق على هذه الوساطة في شيء دكتور خطار عكس أو يختلف عن ما يعلن لا يعقل أن يغادر شرويدر برلين ويقابل بوتن دون أن يكون هناك أب لهذه الوساطة ليس كذلك بالطبع شرويدر معروف أنه مستشار عند جاز فروم هو يعمل مع هذا العملاء الروسي ولكنه أيضا مستشار ألمانيا السابق واليوم نفس الحزب شولتس من نفس هذا الحزب من حزب جرهارد شرويدر ولذلك شولتس كما ماكرون قبل القمة الأوروبية في فرساي اتصلا ببوتين وقالا أنهما سيوصلان الجهود من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل التوصل إلى حل ماكرون كان صريحا بالقول أن ذلك لن يكون بسرعة أظن مجمل هذه الوساطات تحاول عدم الوصول إلى القطيع مع روسيا وتحاول إعادة الوصل في اللحظة المناسبة حتى الجانب الإسرائيلي يعني لأكمل ما قاله الأستاذ سعيد ربما ينكر رسائل أن يتكلم عن وساطة لكن كان لافتا أيضا أن اجتماع لابروب مع كوليبة وزير الخارجية التركي والروسي ووزير الخارجية الأوكراني تم في تركيا بينما يزور الرئيس الإسرائيلي تركيا إذن هناك نوع من ربما تواصل بين الوساطات أردوغان تكلم عن اتصالات ب30 دولة من أجل هذه الوساطة هذه الدول كلها إذا أردنا مثل حتى فرنسا ألمانيا تركيا إسرائيل لها مصالح كبرى عند الجانبين وتحاول تحاول لعب دول الديبلوماسي لأنها تعلم مدى المخاطر في اللعبة الأمريكية هناك لعبة أمريكية لعزر روسيا وتقليم أضافر روسيا وهذه لعبة تظن أمريكا أنها ستمررها والصين ستوافق عليها وعلى ما يبدو هذا هو الامتحان في الأيام والأسبوع القادمة طيب دكتور نزار أيضا في الموضوع المختبرات البيروجية كان اليوم مثار هذا الموضوع مثار بحث ونقاش في مجلس الأمن الدولي مندوب الروسي قدم مطالعته وما وجدته القوات الروسية وقال عنه وثائق عنه ثلاثين وثيقة يمكن أن يطلع عليها العالم لكن هذا الجدل انتهى بقول مندوبة أمريكا بأنه ليس لدينا برنامج أسلحة بيولوجية ولا توجد مختبرات بيولوجية أوكرانية تدعمها الولايات المتحدة بتقديرك هل سيعرف العالم الحقيقة حول هذه القضية نعم حقيقة دعني قبل أن أجيب لأعلق فقط على الوسطات بوتين تحدث وبصريح العبارة وقال رفض كل الوسطات التركية والإسرائيلية وفشلت الوسطات التركية والإسرائيلية هذه حقيقة على مدى الشهر كامل قبل حتى العملية العسكرية ولكن قالها بالحرف الواحد أنه من يريد أن يفاوض هناك وفد روسي وهناك وفد أوكراني وهما الذين يقرران ماذا يمكن أن نفعل بعد في مينسك الوساطة هي مينسك تهي الموضوع فمشان نختصر الكلام إذن بالنسبة للمختبرات البيولوجية أريد أن أذكر أيضا بأمر أعتقد هو مهم جدا طبعا نولاند فيكتوريا نأت وزيرة وزيرة الخارجية الأمريكي اعترفت على إحدى القنوات الأمريكية وقالت نعم لدينا هناك مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وهي ربما أخطأت لا أعرف وبعد ذلك مباشرة بدأ الكونغريس وبدأ البنتاجون لا ليس لدينا يقولون ليس لدينا وهي تحدثت وقالت لدينا في حق إطلاع العالم بكل تأكيد سوف يعرف من خلال الوثائق التي وقالت أريد أيضا أن أقول قالت ونخشى أن تقع الوثائق والثبوتيات في يد طبعا القوات الروسية هذه الحقائق هذا هي صرحت فيه الأوليس لذلك أعتقد أن العالم الآن سوف يعرف أو الآن بدأ يعرف ماذا كانت تحضر له الملاك المتحدة الأمريكية لهذه البشرية وليس بالمناسبة فقط لروسيا أو أوكرانيا أو لأوروبا لهذه البشرية ويمكن أن نتحدث الآن بكل وضوح أن كورونا ربما يكون أمريكي التحدي في هذه القضية هو أن تستطيع روسيا إقناع العالم بما وجدته في أوكرانيا بهذه المختبرات وهذه الإجراءات الخطيرة والتقارير والوثائق التي تقول بأنها تحوي معلومات تثبت أن روسيا كانت سوف تتعرض يخطط لأن تتعرض لعدوان بالأسلحة الجرثومية والأمراض وإلى آخره كيف تستطيع روسيا أن تقنع العالم بأن هذه المختبرات هي حقيقة في وقت نحن نشهد حرب فيها الكثير من التضليل والدعاية والأكاذيب والتزييف يعني لم يشهد ربما حرب مثل هذه الحرب التي تجري حاليا على مستوى السوشال ميديا والفيديوهات والصور وإلى آخره كيف يمكن تثبيت الحقائق وهي حقائق خطيرة وأن يتم وأن تقول روسيا هذه الأدلة تفضلوا نعم يعني في حقيقة الأمر الأوروبيين لن يعني يصدقوا مهما تحدثت روسيا ومهما وضعت أمامهم من إثباتات وطبعا تجارب أجراتها الولايات المتحدة الأمريكية في مخابر أوكرانيا وهي بالعشرات هذه المختبرات وأيضا بالمناسبة في جورجيا أما كيف يمكن أن تثبيت للعالم روسيا أعتقد من خلال مجلس الأمن من خلال الممثل روسيا في مجلس الأمن ليوري هؤلاء ما هي المختبرات ما هي الوثائق الموجودة لدى الاستخبارات الروسية التي عرفت بها وأعتقد أيضا أعتقد أنه إذا ما وصل الجيش الروسي إلى هذه المختبرات لا نعرف الآن هل وصل أم يصل إلى بعض المختبرات هذه في بعض المدن هذا يبقى سر لدى الاستخبارات الروسية وأعتقد أنه سوف يكشف عن ذلك بكل تأكيد عدد ذلك أن هناك مختبرات في بيولوجيا في جورجيا أيضا وتحدثت عنها روسيا ولذلك الآن لا نستطيع أن نقول كيف سوف نقنعهم أو سيقتانعون أو لا يقنعون لأنهم لن يصدقوا على كل الحال على كل الأحوال لن يصدقوا روسيا تعرفون أن الحرب هي أكثرها أعلامية من طبعا عسكرية على مدى طبعا سنين وهي الغرب يحارب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تحارب روسيا حتى حاربت قنوات الإعلامية الروسية حتى حاربت الطلاب الروس حتى حاربت الرياضة الرسية الموسيقى الروسية والأدب الروسي ولذلك هنا طبعا لابد أن أعتقد لابد من أن العالم سوف يعرف الحقائق كما هي وأعتقد حتى الغرب في المستقبل والقريب أعتقد القريب أنه سوف ربما يثور على هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بكل الشرور إلى أوروبا وإلى طبعا أسمع رأيي الأستاذ سعيد عريقات في هذه المسألة هي مسألة خطيرة حساسة إذا كانت روسيا فعلا لديها تلك الوثائق التي تحدث عنها لكن في نهاية المطاف أستاذ سعيد تعودنا أن لا نعرف الحقائق حول مثل هذه المسألة إلا بعد مرور عقود من السنين للقول أنه هذا كان صحيحا أو هذا كان باطلا في مجلس الأمن أشار مندوب روسيا إلى كولم باول في قاعة مجلس الأمن عن تحدث السلح الدمار الشامل في العراق عرفنا ذلك بعد أن تم احتلال العراق بأنه لم يكن هناك أسلح الدمار شامل في العراق وغير ذلك هل تعتقد أن مثل تلك الحقائق تحتاج إلى سنوات لأن السياسة فوق الحقيقة وفوق العدالة وغير ذلك؟ بكل تأكيد لن نعرف ذلك فمسألة الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية وإلى آخرية أنا أعتقد أن القوى تستخدمها ضد بعضها البعض التشويه وجزء من العلاقات العامة لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بشن حرب بيولوجية صغيرة وكبيرة ولا أعتقد بالمقابل أن روسيا ستشنه هجوما كيميائيا كما تدعي الإدارة الأمريكية فهي فقط للتشويه ما قالته فيكتوريا نولند وقالته في الكونغرس ليس لمحطة إعلامية تحدثت في جلسة معلنة وقالت نعم نحن نمول هذه المختبرات لكنها فقط البحث العلمي طبعا ما قالتهم عن أنه نعمل على ضمان أن لا تقع بأيدي الروس ربما أثار بعض من الشبهة لكن في تقديري لن نرى أن هذا الوضع يطور خارج إطار تشويه واحد منهما للآخر الولايات المتحدة تدعي وتتهم روسيا بأنها ستقوم بهجمات كيميائية ولماذا تقوم بهجمات كيميائية؟ ورأينا ذلك استخدمها في السابق قضية استخدام هذه الأسلحة غير التقليدية شيء مخيف نتذكر أنه بعد هجمات سبتمبر 11 عام 2001 كان هناك تخويف بالنسبة للأنثراكس ورسلت بعض الظروف إلى بعض السياسين الأمريكيين والآخرين فإذن هي في تقديري قضايا تستخدم من أجل أهداف سياسية لا أكثر ولن تتطور خارج هذا الإطار أما بالإجابة على سؤالك المحدد هل سنعرف؟ أنا في تقديري أننا لن نعرف نعم طيب دكتور خطار أيضا إذا كان لديك تعليق حول مسألة البيولوجي وإثارته في مجلس الأمن من قبل روسيا ونريد أن نعرف دكتور خطار أيضا قبل أن نختم هذه المسائية السيناريوهات المحتملة لكل ما نحن فيه الآن أين سوف تتجه هذه الأزمة في نهاية المطاف؟ يعني الآن حول الدعاية والدعاية المضادة وافتراض الأسلحة البيولوجية بينما تحاول موسكو الإثبات بأن هناك مختبرات خطرة قامت واشنطن بدعاية أخرى تقول أن موسكو تتهيأ لشن هجمات بالسلاح الكيميائي وهذا يذكر أيضا بأماكن أخرى وقبل كل هذا أود أن أشدد على أن منظمة الصحة العالمية طلبت من أوكرانيا عزل مسببات خطرة للأمراض التي يمكن أن تنقل إذا تم السيطرة على هذه المختبرات من قبل عناصر أخرى بمعنى أو بآخر أن المخاوف الروسية على الأقل يجب التحقيق فيها يجب إذن على الأقل إجراء التحقيق وفي هذا الموضوع ليس هناك من بريء يعني حتى في موضوع انتشار الفيروس كوفيد-19 حتى الآن لم نعلم الحقيقة وقيل أن ذلك انطلق من مختبر هو PO4 في وهان الصينية لكن هذا المختبر نشأ بدعم غربي بدعم فرنسي أمريكي بريطاني وبعد فترة منع مثلا الجانب الفرنسي من الدخول إليه أقول هذه التفاصيل لأنه ليس هناك من شفافية لو كان هناك من شفافية في الأبحاث البيولوجية لما نصل إلى هذا التشكيك في لحظة صعبة إذ أي خطأ في هكذا مجابهة عالمية يمكن أن يؤدي إلى انسلاق خطر أما عن السيناريوهات فإنني أتوقع السيناريو الأقرب بالرغم من كل الضغوط الأمريكية لعزر روسيا وتقليم أضافر روسيا أظن لن يخرج منتصر بشكل حاسم من هذا الصراع سيكون مخارج تحفظ ماء الوجه وبالنسبة لروسيا بعد استكمال السيطرة أو بسط النفوذ في الشرق والشمال الشرقي والجنوب وربما حصارك بشكل كامل أو دخولها عند ذلك ستحين لحظة التفاوض وسيضطر الجانب الأوكراني إلى التنازل هذا سيتوقف أيضاً إذا كان هناك منعقلنية في واشنطن لن تذهب الخرب أبعد من ذلك إذا لم يكن هناك منعقلنية عند إدارة بايدن نعم يمكن للتوتر أن يذهب أبعد من ذلك ويكون هناك حرب على خطة التوسط ومسارات أخرى وتتعقد الأزمة هناك دكتور خطار أبو دياب أستاذ علاقات دولية في جامعة باريس أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة كل الشكر لدكتور نيزار بوش أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم الإنسانية من موسكو ومن واشنطن الخبير في شؤول أمريكية أستاذ سعيد عريقات شكراً جزيلاً مشاهدينا المسائية انتهت شكراً للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة